السلام عليكم ومرحبا بالناس لو مشاهدوا فينا داخل وطن وخارج الوطن لو معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبر الديزاد اليوم الحصة التعناوي قدي المباراة مباراة مورشيستر سيتي أمام باير مينيخ وين الباير مينيخ يحلم بريمونتادا يعني يحلم بيها أمام نادي كبير نادي عالمي أمام مدرب يعني فيلاسوف مدرب ليقرأ يعني وراء الخصم شيء أمام الخصم ماذا يوجد وراء الخصم يعني خطط وراء الخصم يشوفها ومدرب غوارديولا على ذيك يعني وين نقوله حصب رأي الشخصي سوف أتكلم على هذه المباراة الموعودة مباراة كذلك كبيرة لنتمنى ونشوفه زود جزائريين يعني في النهائي إن شاء الله بربي يعني بالجنسية وكون حضروا بالجنسية الجزائرية رأي عندنا رأي عندنا زود جزائريين بنزيمة وبالناصر وإن شاء الله يزيد يلحق محرز واحد قال لي لا تقول إبراهيم دياس إبراهيم دياس ما زال من تعقيل جاء بالمنتخب المغربين يقولوا رمعنا رمع لعابين عرب يعني وهذا شعرب كبير لنا كعرب نحن يا كشمال إفريقيا يعني يا كشو كيفاش حاجة بليح وإن حسب رأيي الشخصي لا أعتقد أن بيبو جوارديولا سيدخل بنفس الأسماء التي واجهت باير مينيخ على الملعب الاتحاد ومن مؤكد أنه عاد للتحليل المباراة من كل جوانب يعني باش نعرفه بلي هو فاز بالمباراة لكن يعود ويحلل كيفية لماذا فاز وكيف يعني قدك البيض باش مركز ديزيانبيت وطرواسيانبيت علاقة عندك البيض وعليش يعني هو يخمم لها ويشوفها كما هك ويشوفها كما هك علاقة الباير مينيخ كان أقرب للتهديب تنقارب من تسجيل هو يشوفها كما هك يعني هذي كما نقوله حنا ياه وين يعني وينقوله باللي مؤكد أنه جوارديولا عاد لتحليل المباراة من كل جوانب خاصة في الفترة التي كان فيها الباير أفضل وكان قريب جدا من تسجيل وهذه كلها عوامل سيأخذها التقنية الإسبانية بعين الاعتبار وسيعمل على التحجيم يعني خطورات أشبال توخيل خاصة خلال نصف الساعة الأولى من الشوط الأول لأنه ردة فعلهم ستكون قوية وقوية جدا وهو الذي سيكونون مسلحين بعامل الأرض والجمهور صحيح الأفضلية لمونشستر سيتي المتقدم بتلس بثلاثية نظيفة لكن الهدف واحد مبكر للباير منيخ من شأنه تغيير الكثير من المعطيات وقلب الموازين ومهما يعني بلغت قوة السيدي باير هو باير وقالها بيبو كوارديولا سالفا التأهل على حساب باير يتطلب منك تحقيق انتصار في اللقاءين واللعب بكل قوة مما يؤكد أنه يدرك جيدا أن المؤمورية لن تكون سهلة والألمان ليس لديهم ما يخسرونهم في هذه المباراة هل يدخلوا خاصرين مثل هذا هل يرمو بكل ثقة لهم يعني والباير يبقى الباير كما قالها كوارديولا باير مينيخ يبقى باير مينيخ هنا وعندة عوامل يعني نشوفوا عدة عوامل نشوفوا التاكتيك يعني خطة تاكتيكية الجهنمية والغير باير الذي يعلم وش يكون يعني حوار تاكتيكي ما بين توخيل وغارديولا حوار تاكتيكي يعني حاجة يعني ما تأمن شي صح مرا ليس تأمن كيفاش غني يكون حوار تاكتيكي يعلم به غير باير حاجة كيف الزاب يبقوا يدخلوا وتعاقي اللعب صاحبي رياح 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 تفرج واستغل رياح واستغل صاحبي استغل استغل أنا أقول لك استغل وبما أن توخيل ليس لديه ما يخسره سيعمل على اللعب بأسلوب هجومي أكثر والمطالبة المطالبة تلعي به أن يكونوا أكثر فاعلية أمام المرمع بحفن أنهم في ملعب الاتحاد خلقوا فرص لكن خانتهم الفاعلية مع أنانية بعض ومع قيام البعض بالتغييرات بإخهام مولير وعودة موتينغ باير ستكون لديه أسماء أكثر فاعلية وتكون خطورة من جانبهم لهذا أرى أن بيب غواردولا سيعتمد على كايل على والكير ورياض محرز الأول معروف بقواته البدنية وسرعته في تحولات الهجومية وكذلك سيكون منافس مباشر للظاهر الأسر يعني ضابيز أما الثاني رياض محرز سيكون سلاح خطب في المساحات والفراغات التي سيتركها البعيير وسيكون أكثر فعيلية في الإنصاف المساحات لما يملكه من ترويض الممتاز للكرة والنظرات الجيدة فوق أرضية الميدان والتمريرات المليمترية الظفر إلى ذلك وإنضيف إلى ذلك أنه محرز راجل المباريات الكبيرة والتي فيها يعني فيها ضغط وراهيب وهذا ما يحتاجه المدرب والفريق يعني يعني لا يؤثر فيهم الضغط مباراة ستكون قوية عكس مباراة الذهاب هذه اللي نقولها ونعودها خاصة وإن محرز وإن يتقن اللعب الهجمات المرتدة في بعض الأحيان كنت شوفوا نعودوا نولوا المباراة ضد الريال مادريد 2020 قبل يعني في فبري في فبري 2020 يعني قبل الكورونا يعني في مارس دالوا خلقوا كلش وبعد عودوا وفازت الريال في منشيستر فازت يعني وين الريال خسرت دو أم خسرت دو أم في بلادها أمام منشيستر سيتي وين محرز كان كان تغافي ديك البرتيا بصح محرز كيلعب كالي بزيب قالك محرز ما بيعش بزيب محرز لعب دو بوست لعب يعني وين وين يدير كثافة العددية في الديفورس يعني يدافع ويلعب يعني الكورات المرتدة وكورات الطاويلة والسريعة يعني يقضبها يخدم كان كان آقويرو كان آقويرو لعب ديك البرتيا وين كان يخدم مع السرعة آقويرو وخيصوس كان يخدم معهم بالسرعة وربحوا دوء في ديك البرتيا ربحوا دوء في الملعب الريال مادريد في الساتياغو باش يكون على باكو على ذيك اليوم نقول باللي المحرز وين غاد يكون يعني عنده تأثير بزيف في هذا المبارة لو يلعب يعني كما نقول إحنا الرأي الشخصي حسب رأي الشخصي المتواضع والسغير بركلام لو كان نشوف المبارة وين محرز نشوف باللي محرز بلك يكون أساسي في هذا المبارة يمكن يكون أساسي يمكن رياض محرز يكون أساسي رغم أن المواقع يعني بريطانية يعني مواقع يعني اللي يتكلم عن المستديرة وكفاست كلمة عن المبارة يعني أمس يعني التعليم أمام باير مينيخ وكل الاتجاهات تدل بأن رياض محرز لن يكون أساسي لكن أنا نشوف مالعب نشوف باللي محرز سيكون أساسي في هذا المبارة ومالعب ما خاطش علىه بالأداء التي عزوز خطرات المباراة اللي يعني في البطول ما كأش يعني بالمستوى المطلوب يعني اللي يعطي اللي يكسب اللي يخليه يكسب ثقة غوارديولا هذه هي مع لسان سيلبا بن ناردو سيلبا يعني ويقدم مباراة كبيرة أمام باير مينيخ وكالراجل المباراة على لك نقول باللي اليوم رياض محرز هذه كما يقولك رأيه لحسب رأيه الشخصي فقط حاجة أخرى مباراة ستكون قوية عكس المباراة أو عكس مباراة الذهاب صحبي ما قلت يكون سهلة صحيح هي الأفضلية لمونسيستر سيتي المتقدم بثلاثية نظيفة لكن هدف واحد لو كان الباير مينيخ تسجل مبكرا يعني من شأنه تغيير الكثير من المعطيات وقلب الموازين ومهما بلغت قوة سيتي باير مينيخ هو الباير وقالها في بواردولا التأهل على حساب باير يتطلب منك التحقيق الانتصار في اللقاء واللعب بكل قوة مما يؤكد أنه يدرك جيدا أن المأمورية لن تكون سهلة والألمان ليس لديهم ما يغسرونه في هذا المباراة مباراة لغاية قوية كبيرة مباراة لغاية صعب تكهن بها رغم أن هذا العملي فات رابحة باقي صعي رابحة أمام ريال كل شيء جاء رابحين وكانوا رابحين وكل شيء يجب على لك صعبة وليس سهلة مباراة ليس سهلة نتمنى إن شاء الله الفوز هنا هذه يا أخو لا تنسى أعطونا جيم كومنتر وبرتجونا الفيديو إن شاء الله ديما معكم بجديد ونمشي أبوني أبوني معنا